نفي لم يزح الغموض قيادة العمليات المشتركة أصدرت نتائج تحقيق في حديثة انفجار قاعدة كالسو ببابل الذي أصفر عن وفاة شخص ونحو عشرة جرحى من الحج الشعبي والمدنيين التقرير لم يحدد الفاعل ما إن كان سوء تخزين أو انفجار داخلية وأبقى جميع السيناريات مفتوحة والفاعل مستتر التحقيق هذا شدد على أن الانفجار ليس بفعل صواريخ محمولة جوا مستندا بذلك إلى تقارير الدفاع الجوية التي تؤكد عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة في عموم أجواء محافظة بابل قبل وقت الانفجار أو أثنائه وبعده كما استند إلى مختبرات الأدلة الجنائية التي تؤكد إن ما تم العثور عليه هو بقايا صواريخ المتناثرة المخزونة قرب موقع الانفجار بفعل دلالة المكان والزمان والتوتر الإقليمية يزداد الموقف غموضا سيما بعد تباين الروايات بشأن هذه الحديثة الكبيرة إذ تم استهداف مقر الدروع التابع للحج الشعبية وطال الانفجار العتادة والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرعات واستحديثا عن سر تزامن التفجير في قاعدة كالسو مع استهداف قاعدة الاتحالف في سوريا من العراق وكذلك إحباط هجوم بمسيرتين على قاعدة عين الأسد بالأنبار اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر